اشتركوا في القناة والمواضيع الجميلة اللي تطرح فخلينا نتبخر فيها وهالزهرة هذه تحية لكم والجميع العاملين فيها من أصغر موظف لأكبر موظف إن شاء الله هذه الجولة اللي بديناها المسرحية راح تاخذ لها جولة في دول مستعم الخليجي بالتنسيق مع الأخوان مع أستاذ عيسى العلوي مشرف العام ومنتج المسرحية مركز الفروغي وعندنا دعوات مهرجان صيف دبي دائرة السياحة مشكورين في دبي التعاون صراحة واختيار اسمي من ضمن الأسماء اللي تشرفت قبلها عرضت في دبي أوبرا شهر واحد مسرحية بيت وسند واليوم نعرض مسرحيتنا اللي هي فرحان السبس ألان ونتمنى أنا أشكر جمهور الإماراتي اللي أيضا ساندنا في الحضور في الفترة السابقة واليوم أيضا إن شاء الله نتأمل وجوده وسط الجراءات الاحترازية والحين قامت تتخف المسائل شوي يعني الحمد لله كلنا ما أخذ جراءات قبل ما كان في أحد مطاعم أو ما أخذ جراءة الآن جميع الأماكن يمكن عندنا في الكويت في بعض الأماكن مثل مطاعم هذا إذا ما تكون ما أخذ جراءة فراح تسهل الأموري إن شاء الله الحمد لله خبرنا هيك عن تفاصيل المسرحية يعني ما شاء الله يعني مسرحياتك كثيرة دائما عندك شي جديد بالمسرحية شو رسالتها المسرحية؟ رسالتها اجتماعية أنا دائما نحب المسرح الاجتماعي العائلي اليوم رسالتنا الزوج والزوجة خليهم يحلوا مشاكلهم بينهم يا أهل هذه نقطة يعني لا تدخلوا خلافاتكم العائلية ترمي حمالها وأثقالها على الزوج والزوجة الشباب أيضا في كثير من رسائل حتى على الكورونا ما هو يعني اللي بده يأخذ جراء لازم تأخذ جراء حصن نفسك يعني اليوم أنا أقول لك كل واحد أسرتك تحبك حتى اللي ما منه فايدة أنت ظل إنسان بهالمجتمع الدولة حريصة عليك دام الدولة حريصة عليك وفرت لك الوقاح وفرت لك كل أشياء سبل وقاية ليش أنت تعاند هذه من ضمن الرسائل يعني رسائل كثيرة وأيضا إحنا في كل بلد نجي نشوف شنو اللي أيضا يهم الناس أيضا ما أخفيك سرا شنو الدولة تبي توصل الرسائل حتى عن طريقنا إحنا كفناني يعني هي واصلة الرسائل وشتى المجالات موجودة لكن إحنا دورنا المسرح أيضا نوصل الرسالة ونساعد نساعد في الجانب الوطني أيضا يعني الحمد لله والشعب الإماراتي ما شاء الله يعني روح عالية وطنية عالية التفاف حوله وهذا بالخليج أيضا الحمد لله أسر الحكم وما في حاكم ومحكم في أب وأبناء وهذا اللي احنا أيضا نقوله حافظوا على هالكيان أيضا يعني في نقطة مهمة أن أعدائك يتربصون لك في ناس حنا مو بس على دول الخليج حتى دول عربية نرتاح لي أن تكون استغرار فيها يعني اليوم نعزي أيضا إخواننا اللي صار في لبنان يعني اللي صار في لبنان هذا مش يعني شعب عظيم لبنان اللي يتحمل هذا كله انفجار صار والأمور كثيرة احنا نحب لبنان يعني حتى سويا نغني عن لبنان فهذه الأمور احنا نقول دائما يا جماعة الحس الوطني هذا لازم يكون عندك لا تتشك كوايد لا تتذمر كثير أنت بنعمة هذه الرسالة اللي يقولها ومو بس أنت في الخليجة حتى في دول عربية أنت في نعمة الحمد لله الحمد لله أبو محمد ذكرت السوشال ميديا واليوم طبعا السوشال ميديا صارت مسيطرة على كل مناحي الحياة هل تأثر المسرح بحضور السوشال ميديا الطاغي؟ أبو الفنون هذا الأب وهذه لها الأبناء وبيفرخوا تتكاثر العائلة الإعلامية فبالعكس جزء مهم يعني الآن السوشال ميديا مثل الكمام عندنا صار مهم تحط المخباتك وين ما تروح موجود تحطه وقت ما تبي الأماكن اللي تلبس بها وقت ما طعم مثلا فسوشال ميديا صارت طرورية تلفوناتنا أقص عليك أقولك لا مو مهمة لا مهمة حتى العناصر اللي فيها مهمين البلوغرز أو فشنستات الناس الصحة الموجودة حتى يمكن فيها شغلات ناس كوميدية يعني أيضا مهمة يعني مو بس المسرح ترفي لا مهمة سوشال ميديا تغطية أخبار الحين قنوعة التلفزيونية الكبيرة عندها منصات لا مهمة سوشال ميديا بحديث هيك قبل كام يوم مع الفنان الكبير أحمد بدير اللي أدى شخصية عبدالعال بريا وسكينة سألته عن واقع المسرح وليش اليوم المسرحيات ما عدت طولت متل قبل نفس السؤال طبعا هو قال لي أنه المشكلة بالسيناريو يعني تحديدا النص الورع اليوم ما بقى فيه نصوص قوية حضرتك من يعني أهم رموز المسرح الخليجي والكويتي والخليجي طبعا تحديدا شو مشكلة المسرح اليوم الكويتي والخليجي ليش ما عم تستمر المسرحيات متل قبل أولا المسرح بخير أيضا نحن ننظر لتعداد السكان يعني خنكون واي نحن نجيب تعداد السكان مثلا أفتح بمصر نحن يقعدون سنوات نحن نقعد نحن بالكويت ما وسم مسرحي يعني فيه زميل لنا جش السنة الثانية أو الثالثة وهذا الله يوفق أستاذ أخونا محمد الحملي متعداد سكاننا أيضا اليوم السوشال ميديا والفيديو قبل السوشال ميديا كان الفيديو فيه ناس تحب المسرح بس يحب يحضرها تلفزيون أو فيديو ظروف ساعة أيضا الاجتماعية ظروف العمل ظروف كثير من الناس أيضا اليوم الحياة غيرت بس يعجبني أن المسرح صامد هذا المسرح ما ندثر فيه ممكن برامج بالسوشال ميديا ندثرت لكن المسرح الآن باقي يعني لا بخير المسرح ما لشغل النص ما لشغل لكن الحياة تتغير أنت اليوم عندك مثلا قبل تحضر لأم كلثوم مثلا جيلهم ما كان فيه مثلا سوشال ميديا أو هذا فاهمني فكل زمن له زمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر